المجرز الصباحي من النشرة بإعلان للأصر الرئيس الفرنسي الإليزي أنه رئيس الفرنسي إيمانيوال ماكرون رح يستقبل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري السبت المقبل تم التأكيد أنه الحريري ما رح يبقى بالسعودية وبهالإطار عبر رئيس مجلس النواب نبيه بره عن ارتياحه لتوجه الحريري لبريز وأكد أنه أزمة احتجاز الحريري شارفت على نهايتها واعتبر بره أنه عودة الحريري شبه أكيدة وأنه أزمته شخصيا تهيت تقريبا إلا أنه الأزمة السياسية بلشت هلق أما وزير الخرجية جبران باسيل اللي بعده مستمر بجولته الأوروبية فشدد من تركيا على أنه قضية استيقالة الحريري هي قضية حريات ومواسيق دولية تتعلق بالحصانة للمسؤولين الدوليين وبسيادة الدولة اللبنانية ولفت باسيل إلا أنه الحريري بيتمتع بصفة لبنانية بتعله فوق أي صفة أخرى وقال اعتمدنا ضبط النفس حتى ما نوصل للتصعيد الديبلوماسي بحال ما رجع رئيس حكومتنا كتبت صحيفة الأخبار أنه السعودية وعدت نفسها بجولة جديدة من المواجهات مع خصومة بلبنان بس المستجد هو أنه قررت توسيع المعركة لا توصل لمستوى مش مسبوء من الجنون ولا تشمل الرئيس ميشيل عون وأضافت الأخبار أنه جنون محمد بن سلمان وفرقته ما رح يتوقف عند هذا الحد فالسعوديين حكيوا مع الأمريكيين ومع جهات لبنانية تابعة إلن بأنه مواجهة حزب الله ما بتقضي فقط على رفع الغطاء الحكومة عنه عبر إيطاحة الحكومة ومناع دخوله أي حكومة جديدة بل رفع الغطاء الشعبة وخصوصاً المسيحة عن الحزب أفاديت دائرة العلاقات العامة ببلدية بيروت أنه المجلس البلدي قرر بالإجماع أطلاق اسم رئيس مجلس الوزراء المستقيل سعد الحريرة على أحد شوارع مدينة بيروت وقفت دورية من فرع المعلومات بالقوى الأمنة الداخلة بالكورة ميم خاء ألف من التباني ترابلوس وشين زين فلسطينية الأصل مكفر عقة بتهمت تسهيل الدعارة وتم تحويلهم لفصيل الدرك أميون للتحقيق معهم دولياً نفى رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إذن كود وجود أينية للمبادرة بهجوم على حزب الله بلبنان والوصول لحرب بس ما رح نقبل أنه يكون في تهديد استراتيجي على إسرائيل واعتبر أنه الوضع اللبناني معقد وخطوة الحريرة بالاستئال من الرياض كانت مفاجأة بس بشوف أنه حزب الله بلش يشعر بالضغط المالي وبلش يدخل بمشاكل مدية كبيرة وفيه تململ بالشارع المؤيد لقلو دعا رئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة الآليات المشتركة للتحقيق باستخدام الكيميائي بسوريا وبالمقابل استخدمت روسيا الفيتو على مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن الدولي حول تمديد مهمة بعثة منظمة حصر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق بالماد الكيميائية بسوريا معلومة وخبرية ما كان متأكد أهل أمريكيين أنه بنتهم المدمنة على المخدرات بعد عيشة حتى شافوها بمقابلة تلفزيونية خلال عرض برنامج بيتناول قصص المدمنين والمشردين وتم محاورة البنت عن عجزة عن التخلص من الهيرويين على الرغم منخضوه على العديد من محاولات إعادة التأهيل كما خبرت البنت أنه فقدت حبيبة بجرعة زيدة من الهيرويين حيث تناولوا مع بعض كمية كبيرة من هالمادة بوقت واحد ووقت وعية لقيته ميت ختم المجاز كان معكم استفاني راضي وعالإخراج عباس فقيه شكرا